بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قولنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله بسم الله الذي تحيرت الأفهام في قدرته وتطلعت النفوس إلى حمى طاعته وأسكرت القلوب بكأس محبته صلاةً وسلامًا على سيد الخلق بكمال نبوته اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على رمز الكمال وكمال الوجود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مُنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم بقلوبٍ عامرة يملأها الإيمان راضيةٌ بقضاء الله وقدره اليوم الجمعة السابع من شهر ديسمبر في العام الثامن عشر بعد الألفين من الميلاد وذلك لحضور المجلس القرآني المقام في ذكرى مرور الأربعين لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم المهندس جمال عبد الناصر حسن رضوان أبو جنيدي وذلك في هذا الصرادق المقام عمام منزل الأسرة بمدينة جرجة العامرة بإذن الله تعالى ندعو الله العلي القدير أن يتقبل ثواب هذه الليلة الكريمة المباركة لروحه خالصة وأن يجعل هذا البيت عامراً إلى يوم الدين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يبارك في هذه الأسرة الكريمة وأبنائها الأستاذ هيثم جمال والأستاذ أحمد جمال وخير ما نجتمع عليه ونحيي به هذه الزكرة بتلاوة المباركة من القرآن الكريم ومعنا في هذه الليلة الكريمة المباركة علم من أعلم قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود سلمان الحلفوي وتلإيمان والإسلام والآن نعيش مع كلمة الوعظ والإرشاد ومعنا في هذه ليلة الكريمة المباركة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ ثابت توفيق أبو عشرة فليتفضل مشكوراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا كفيل ولا معين ولا والدة ولا والد له ليس كمثله شيء وهو والسميع البصير وأشهد أن سيد السادات وقائد القادات محمداً عبده ورسوله الذي ما خلق الله في الكون كله يا لد له نحن مفهر ولا أتقى ولا أعبد ولا تقاumental لا أرقى ولا أبلغ ولا أبين ولا أفصح ولا أنصح ولا أوضح ولا أزهد ولا أعبد ولا أخشع ولا أخشى لله من الحبيب فصلوا على الحبيب بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله أما بعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تطيب الأفواه بذكره وتهواه أفئدة الرجال والنساء والأطفال فما من مسلم إلا وهو يحب عمر رضي الله تعالى عنه أطفأ نار المجوس وكسر أسطورة الروم وهو من أعظم الشخصيات في تاريخ الإسلام والمسلمين تقول السيدة عائشة زينوا مجالسكم بذكر عمر وتقول السيدة عائشة إذا ذكر الصالحون فحي الله عمر عمر رضي الله عنه هو الرجل الثالث في الأمة بعد نبيها وبعد صديقها عمر رضي الله عنه كان لا ينسى الموت أبدا كان معه خاتم منقوش على فص الخاتم كفى بالموت واعزا يا عمر وكان عمر رضي الله عنه في كل يوم يقول في كل يوم يقال مات فلان ومات فلان وسيأتي اليوم الذي يقال فيه مات عمر وكان عمر رضي الله عنه في آخر حياته بعدما أتم الثالثة والستين من عمره ولك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره تلاتة وستين سنة وأبو بكر مات وعمره تلاتة وستين سنة وعمر بن الخطاب مات وعمره تلاتة وستين سنة فعمر في آخر حياته كان يدعو لنفسه بحسن الخاتمة فيقول اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك لقد كانت الشهادة هي مسك الختام لعمر كانت الشهادة في سبيل الله هي نهاية عملاق الإسلام فلقد كانت أمنيته أن يموت شهيدا ولقد أخبره النبي قبل سنوات أنه يموت شهيدا اسمع صعد النبي على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فمن شدة فرحة الجبل فمن شدة فرحة الجبل احتز الجبل رقص الجبل فرحا بصعود النبي والصحابة عليه فماذا فعل النبي ضرب النبي الجبل برجله وقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان عمر رضي الله عنه ما كان رئيسا على بلاد الحجاز فقط بل كان عمر بن الخطاب يحكم من السند شرقا إلى الرباط غربا إلى تركستان شمالا إلى جنوب أفريقيا جنوبا هكذا كان يحكم عمر ومع ذلك هذا الرئيس وهذا الأمير وهذا القائد مات مقتولا إخوة الإيمان والعقيدة تعالوا لنعيش مع الوداع الأخير لعاهل الدولة الإسلامية الكبرى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القصة من بدايتها وأرجو منكم أن تركزوا معي جيدا إياك يا أبي ويا أخي أن تجلس وأن تكون صرحان في موضوع آخر أخرج باستفادة يا رجل تسقف في دينك وتعلم كيف مات عمر القصة من بدايتها في يوم من الأيام كان عمر بن الخطاب نائما فرأى في المنام أن ديكا ملونا قفز عليه فنقره سلاس نقرات فقام عمر من هذا المنام فزعا وكانت أسماء بنت عميس تجيد تعبير المنامات وتفسير الأحلام فزهب إليها عمر وقال لها يا أسماء رأيت في المنام أن ديكا نقرني سلاس نقرات ما تعبير الرؤيا قالت يا أمير المؤمنين يقتلك رجل من الأعاجم يقتلك رجل أجنبي أوصي يا أمير المؤمنين فكان عمر يحمل هم الرؤيا من الذي قتل عمر قتل عمر رضي الله عنه عبد غلام اسمه فيروز ولقبه أبو لؤلؤة المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي كان عبداً خداماً عند الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة وكان أبو لؤلؤة المجوسي نجاراً وحداداً ونحاتاً ومزارعاً تعددت فيه المواهب والله الواهب يعمل في أكثر من مهنة فقال له الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة يا أبا لؤلؤة أنا لا أريد منك مالاً كثيراً أنا لا أريد منك في الشهر إلا مئة درهم والباقي لك يعني مهما كسبت ومهما تحصلت من الأموال لا أريد منك في الشهر إلا مئة درهم أنا سيدك وباقي الأموال لك فاستكسرها أبو لؤلؤة وقال هذا مبلغ الكبير فزهب وشكاه إلى أمير المؤمنين عمر فقال أبو لؤلؤة يا أمير المؤمنين إن سيدي المغيرة بن شعبة يطلب مني مالاً كثيراً ويكلفني فوق طاقتي فقال له عمر اتق الله وأحسن إلى سيدك بل تضيق قال يا أمير المؤمنين أنا لا أضيق قال له عمر اذهب بل تضيق تق الله وأحسن إلى مولاك وهذه سياسة حكيمة من عمر رضي الله عنه هذه سياسة حكيمة من عمر لا يريد أن يقوي العبد على سيده لا يصح أبداً أن تقوي الموظف على رئيسه في العمل ثم قال أبو لؤلؤة في نفسه وسع عدل عمر الدنيا كلها إلا أنا ثم حمل في نفسه كراهية شديدة لعمر فلما أراد أن يذهب أراد عمر أن يلطف معه الجو وأن يطيب خاطره وهذا من عدله فقال له يا أبا لؤلؤة حدست أنك تقول لو شئت لأصنعن رحى تدور بالريح الرحى هي عبارة عن حجران عن حجرين يوضع أحدهما فوق الآخر ومقبضها من الأعلى فيوضع فيها الشعير أو القمح فتدور فتطحن حدست أنك تقول لو شئت لأصنعن رحى تدور بالهواء فقال أبو لؤلؤة نعم لأصنعن لك رحى يتحدث عنها المشرق والمغرب فضل يا جماعة الصوت طالع في المكرهون فضلوا فقال عمر رضي الله عنه توعدني العلج كلمة العلج سمعناها قديما من محمد الصحاف وزير الإعلام العراقي قال عمر توعدني العلج والعلج هو الرجل الأجنبي الضخم وهذه من فراسة عمر ومعنى فراسة فلان عند فراسة معنى هذا الكلام يعني يصيب ظنه ولا يخطئ ثم زهب أبو لؤلؤة ويحمل في قلبه غلا وحقدا على عمر ثم صنع خنجرا له رأسان مقبضه من الوسط فهو إن طعن من هذه الجهة قتل وإن طعن من الأخرى قتل ثم طلاه في السم شهرا كاملا حتى إذا أراد أن يقتل به إما بشدة الطعن أو بانتشار السم في الجسد يعني إن نجى من الطعن لم ينجو من السم ثم اختبأ أبو لؤلؤة هذه هي اللحظة النهائية لعمر بن الخطاب ثم اختبأ أبو لؤلؤة في المسجد في مسجد رسول الله في المدينة المنورة ودخل في منتصف الليل واختبأ خلف عامود من أعمدة المسجد وأزن الفجر والمسجد قديما مسجد النبي ما كان فيه إضاءة ولا مصابيح ولا قنادين ثم دخل عمر لصلاة الفجر وأقيمت الصلاة وسويت الصفوف وكبر عمر ودخل في الصلاة وفجأة باغته أبو لؤلؤة المجوسين في لمح البصر ليطعن الفاروق الأواب عمر بن الخطاب بثلاث طعنات أما الطعنة الأولى فوقعت في صدر عمر وأما الطعنة الثانية فوقعت في جنب عمر وأما الطعنة الثالثة فوقعت تحت صرته ثم جر الخنجر فلما جر الخنجر فتح ما تحت صرته ثم صاح عمر وقرأ قول الله وكان أمر الله قدرا مقدورا ثم قال عمر قتلني الكل ثم أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصلاة وفيه جواز الاستخلاف إذا عرب للإمام عارض أما عمر فوقع مغشيا عليه والمسجد مزدحم بالمصلين أما أبو لؤلؤة المجوسين فقد طار وهرب وشق صفوف المسلمين لا يرى أحدا من المصلين إلا وطعنا حتى طعن ثلاثة عشر رجلا من المصلين مات منهم سبعة ثم قام له رجل من المصلين ومعه عباءته معه البرنس فألقاه على وجهه فظن المجوسي أنهم قد قدروا عليه فنحر نفسه ليعجل بنفسه إلى النار وبئس القرار أما عمر بن الخطاب فاحتمل رضي الله عنه إلى بيته حمل الأسد إلى عرينه وكان عمر مغشيا عليه ولم يمت بعد فلما حمل عمر إلى بيته والصحابة يبكون على أميرهم حتى كأنهم فقدوا أبكار أولادهم يقول ابن مسعود فلم أر يوما أكثر باكيا ولا حزينا من ذلك اليوم وكان عمر مغميا عليه والصحابة من حوله يحملونه من المسجد إلى بيته ويبكون بكاءا شديدا فلما دخل عمر في بيته وكان مغميا عليه فلما أفاق نظر في البيت فوجد البيت مزدحما بالناس التفت يمينا فإذا بالرجال يبكون والتفت يسارا فإذا به يسمع أصوات النساء تبكين نظر إلى نفسه فوجد الدماء تخرج من كل مكان من جسده والآلام بدأت تأكل جسده ثم قال أول سؤال للناس هل صلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين قال الحمد لله لا إسلام لمن ضيع الصلاة ثم قال أتوني بماء لماذا؟ ليشرب؟ لا بل ليتوضأ لأنه ما أكمل صلاة الصبح لم يمنعه ما هو فيه من آداء الفريضة فلا نامت أعين من يترك الصلاة يقول ولده عبد الله بن عمر فجئت له بالماء ليتوضأ أراد أن يقوم ليتوضأ فما استطاع عمر أن يقوم فلما تحامل عليه خرج نزيف الدم من بطنه من تحت سرته يقول ولده عبد الله فكنت أضع يدي على بطن أبي فتدخل أصابعي في بطنه قال فربطناها بالعمائم ثم دخل عليه ابن عباس فوضع يده على كتف عمر وبكى بكاء طويلا وقال يا أمير المؤمنين أسلمت فكان إسلامك فتحا وهاجرت فكانت هجرتك نصرا وتوليت الخلافة فكانت ولايتك رحمة وصحفت رسول الله وقاتلت معه حين خزله الناس ولم يختلف في خلافتك رجلان فأسأل الله أن يجمعك مع صاحبيك مع رسول الله وأبي مكر الصديق في الجنة ثم قال عمر يا ابن عباس من الذي طعنني في الصلاة لم يسأل عن نفسه إلا الآن يا ابن عباس من الذي طعنني في الصلاة قال طعنك الغلام المجوسي يا أمير المؤمنين قال الصنع يعني الذي معه أكثر من حرفه ومن صنعه قال نعم يا أمير المؤمنين فقال عمر قاتله الله لقد أمرت به معروفا لقد وصيت المغيرة أن يخفف عليه في الخراج ثم قال عمر الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها لله قط ما كانت العرب لتقتلني ثم دخل الصحابة عليه وادعونه وداعا نهائيا ودخل الناس عليه وقالوا أوصي يا أمير المؤمنين واستخلف يا أمير المؤمنين قل لنا من يكون من بعدك خليفة اسمع لو كان أبو عبيد بن الجراح حيا لكان هو الخليفة الثالث بعد عمر اسمع إلى هذه المعلومة الجديدة لو كان أبو عبيد بن الجراح حيا لكان هو الخليفة الثالث بدلا من عثمان إلا أنه مات فقال عمر إن الله لن يكن ليضيع دينه وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني وهو أبو بقر حينما استخلف عمر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني وهو رسول الله ولكني أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض في عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاس وعبد الرحمن بن عوف ويشهدهم ولدي عبد الله بن عمر كالمعزي والمواسي لولده وليس له من الأمر شيء يكفي آل الخطاب واحدا في الإمارة والحكم وليس له من الأمر شيء ثم دخل عليه عثمان بن عفان يقول عثمان بن عفان أنا آخر الناس دخولا على عمر اسمع إلى هذا الموقف بالله علي قال عثمان أنا آخر الناس دخولا على عمر لما دخلت عليه وجدت رأسه في حجر ولده عبد الله بن عمر وجعل يقول في اللحظات الأخيرة لولده عبد الله يا عبد الله يا ولدي ضع رأسي على الأرض فقال ولده يا أبي وهل حجر والأرض إلا سواء قال يا ولدي ضع رأس أبيك على الأرض لعل الله أن ينظر إلى زل أبيك فيرحمه قال عبد الله بن عمر فلما رأيته مسرا وضعت رأسه على الأرض فجعل عمر يمرغ وجهه ولحيته في الأرض وفي التراب ويقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي يا ليت أمي لم تلدني يا ليتها كانت عقيما يا ليتني كنت طرابا يا ليتني لم أك شيئا يا ليتني كنت نسيا منسيا يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر الصديق ثم بكى عمر وقال لولده عبد الله يا عبد الله اذهب إلى زوجة رسول الله إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها يستأزن عليك عمر ولا تقل أمير المؤمنين فلست اليوم للمؤمنين أميرا اذهب إليها وقل لها يستأزن عليك عمر أن يدفن بجوار صاحبي بجوار رسول الله وأبي بكر لأن النبي حاليا مدفون في غرفة عائشة وبجوار النبي أبو بكر أبوها وحجزت هذا المكان الضيق في غرفتها لنفسها حينما تموت قال عبد الله بن عمر فذهبت إلى عائشة فوجدتها تبكي بكاء طويلا على طعن عمر فقال لها عبد الله يا أم المؤمنين يستأزن عليك عمر أن يدفن بجوار صاحبي بجوار رسول الله وأبي بكر جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك ذات يوم بأبي بكر الصديق في يده اليمنى وبعمر في يده الأخرى وقال هكذا نبعث يوم القيامة فقالت السيدة عائشة يا ولدي والله لقد أعددت هذا المكان لنفسي لأدفن فيه بجوار زوجي وهو رسول الله وبجوار أبي وهو أبو بكر الصديق والله يا ولدي لأقدمن عمر اليوم على نفسي ولأوثرنه على نفسي قال عبد الله فذهبت إلى أبي وكان قلق فقلت له أبشر يا أبي وكان عمر على صفيح ساخ يتلدد على مثل الجمر يخاف أن لا توافق فلما سمع بالبشرى قال الحمد لله ثم قال عمر والناس من حوله يوصي ولده ثم قال عمر إن أنا مت وغسلتموني وكفنتموني فلا تدفنوني بجوار رسول الله استحياء من رسول الله وإنما ادفنوني بجوار أبي بكر الصديق ولا تجعل رأسي مساوياً ومحازياً لرأس أبي بكر الصديق وإنما اجعل رأسي عند كتف أبي بكر الصديق استحياء من أن يجعل رأسه برأس أبي بكر الصديق ثم دخل عليه الطبيب فسقاه ماءاً فخرج الماء من تحت سرته فظن الطبيب أنه دم وصديد فسقاه لبناً لأن اللبن لونه أبيض فخرج اللبن من تحت سرة عمر فعلم الطبيب أن الطعنات قد مزقت جسده فقال أوصي يا أمير المؤمنين فما أظنك إلا ميت اليوم أو غدا ونام أمير المؤمنين على فراش الموت يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من ذي الحجة في العام الثالث والعشرين من الهجرة عن عمر يناهز الثالثة والستين عاما بعد أن قضى في الخلافة عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام وظل أمير المؤمنين بعد الطعنات قيل ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام ثم فارق بعد ذلك الحياة وصلي عليه في مسجد رسول الله وأما المصلين صهيب بن سنان الرومي وشيعت جنازة أمير المؤمنين وأخذ الصحابة يبكون على عمر في تشييع جنازته بكاءً لم يسبق له مسيل معزورون صحابة رسول الله في بكائهم على عمر فلقد كان أباهم وكان أخاهم وكان حبيبهم وكان زعيبهم وكان أميرهم وكان كبيرهم فقد ذلك كله في لحظة واحدة يقول الإمام الزهبي لما شيعت جنازة عمر أظلمت المدينة المنورة حتى إن الطفل كان يقول لأمه يا أماه هل قامت القيامة؟ يا أماه هل قامت القيامة؟ فتقول لا يا ولدي ولكن قتل عمر لا يا ولدي ولكن قتل عمر يقول ابن الحطيئة وكان رأساً في القراءة يقول ضويت سعادة المسلمين في كفن عمر وهكذا مات عمر وتحقق فيه إخبار النبي أنه يموت شهيداً والذي يرجحه المؤرخون أن قتل عمر كان باتفاق المجوس لأن أبا لؤلؤة المجوسين قال لهم سوف أجفي لكم غلكم بمقتل عمر المجوس الذين فتح الإسلام بلادهم وفتح المسلمون أمصارهم الذين كانوا يعيشون تحت ظلال الحكم الإسلامي لقد علم أعداء الإسلام ما لعمر من مكانة عند المسلمين ويدركون قوة الإسلام بحكمه وعدله فكان لابد من قتله فلقد كان حصن الإسلام ودرع الأمة من بعد مقتل عمر دخلت الفتن وظهر الخوارج في عصر عثمان وقتل وظهر أهل الإلحاد في عصر عليه وقتل كل ذلك من بعد مقتل عمر من بعد مقتله رفع السيف فلم يغمد إلى قيام الساعة ولقد أجمع الصحابة على كسرة علم عمر وعلى قوة زكائه قال ابن مسعود بموت عمر بموت عمر ذهب تسعة أعشار العلم ذهب تسعة أعشار العلم وهكذا مات رضوان الله تعالى عليه فيا عبد الله تمسك بالصحابة وبكتاب الله فاستمسكوا وعلى السنة بالنواجز عضوا وإياكم أن تفرطوا في صحابة نبيكم فإن الشيعة لعنة الله تعالى عليهم لا يكرهون أحدا في الدنيا كما يكرهون الصديق أبا بكر ويكرهون عمر رضي الله تعالى عنه إلى هذا الحد وأقف وبه أكتفي وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة في موازين الحسنات يا رب أسكننا فسيح جنتك والنار نجنا منها برحمتك واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا وسعي نجعل خالصا صوابا أعزه يا رباه أن يشابا بشرك أو بدعة أو إعجاب وتب علينا أحسن المتاب ونسأل الله القبول والهدى والختم بالحسنى إذا العمر انقضى والحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به وخلاصة القول معشر الإخوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بقلوب عامرة يملاه الإيمان راضية بقضاء الله وقدره اليوم الجمعة السابع من شهر ديسمبر العام الثامن عشر بعد الألفين من الميلاد وذلك لحضور المجلس القرآني المقام في ذكرى مرور الأربعين لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم المهندس جمال عبد الناصر حسن رضوان أبو جنيدي اللهم إني أسأله أن تغفر له وأن ترحمه وأن تضيب ثراه وأن تجعل من زرية خير خلف لخير سلف وأن تجعل هذا البيت عامراً إلى يوم الدين ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الأسرة الكريمة الأستاذ هيثم جمال وأخيه الأستاذ أحمد جمال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا اللهم يأتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يمين ورب العالمين أخوة الإيمان والإسلام نعيش مع مأدبة القرآن الكريم في مسك الختاب آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة القاري الشيخ محمود سلمان الحلفاوي فليتفضل مشكوراً مأيوراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترجمة نانسي قنقر 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دوني ما ينتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دوني مدهامتان بسم الله الرحمن الرحيم يا الجزاء لإحسان إلا لإحسان آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا الجزاء لإحسان إلا لإحسان هل جزاء لإحسان إلا لإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دوني ما ينتان ومن دوني ما ينتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان هل جزاء إحساب إلا الإحساب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخلو ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحساب 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 اشتركوا في القناة 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 الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة 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 من الآخرين على صغر موضون على سرر موضونة متكين عليها متقابلين إذا ويجت الأرض ريال وبست الجبال بسا إذا ويجت الأرض ريال وبست الجبال بسا فكانت لبارها أنب بثا وكنتم أزواجا ثلاث فأصحاب الميمن أصحاب الميمن وأصحاب المشم والسابقون السابقون أولئك المقراضون في جنات النعيم المقربون في جنات النعيم أولئك المقربون المقربون في جنات النعيم المقربون في جنات النعيم بثلة من الأولين وقليل من الآخرين على صغر موضونة متكين عليها متقابلين ورحمة الله مولانا محمد السديق المنشاوي أنت خليفته والله يا مولانا أولئك السبب والسابقون السابقون أولئك المقربون ايكا المقربون في جنات النعيم المقربون في جنات النعيم ثلة ملا أولين وقليل ملا الآخرين على سرور موضولة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين أولين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم قير مما يشتهون وحرور النعيم وحرور النعيم وحرور النعيم النعيم كأمفال الغلء المكتون جزاء أم بما كانوا يعمدون لا يسمعون فيها له ولا تأثيما لا يسمعون فيها له ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور النعيم كأمثال اللود وحور النعيم كأمثال اللود المكنود وفاكهة مما يتخيرون وحور النعيم كأمثال اللود وحور النعيم وحور العيم كأمثال اللود وحور نع dieses وحور النعيم كأمثال اللود وحور النعيم وأمثال اللود وحور النعيم اشتركوا في القناة 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 فاجعلناهن أبكارا عربا الترابا فاجعلناهن أبكارا عربا الترابا إنا أيشأناهن إيشاء فاجعلناهن أبكارا عربا الترابا لأصحاب اليمين أبكارا عربا فاجعلناهن أبكارا عربا أبكارا عربا فاجعلناهن أبكارا عربا بسم الله الرحمن الرحيم أبكارا عربا وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فيرت وإذا القبور باثرت أبكارا عربا نفس ما قدمت وأخرت أبكارا عربا 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 في أي صورة ما شاء ركبت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وتعلمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ما غرك بربك ما غرك بربك الكريم وإذا كواكب انتثرت وإذا البحار فيرت وإذا القبور باثرت وإذا كواكب انتثرت وإذا كواكب انتثرت وتعلمت نفس ما قدمت وأخرت بشكل مستمام بشكل مستمام في المنصر يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما أرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعذلك في أي صورة ما شيء أركبك كلابت تكذبون بالدين كلابت تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي لعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغيبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وما أدراك ما يوم الدين يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أول أمر يوم إلي لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم الدين ثم لا تملك نفس لنفس شراء اشتركوا في القناة 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 فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه ولل المتقين الذين يؤمنون بالضيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ومنائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أعلم من رسله آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول آمن الرسول آمن الرسول آمن الرسول ومنون كلنا من بالله ومنائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرا لك ربنا وإليك المصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرا لك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل الله ربنا ولا تحملنا من طاقة لنا بيه وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا أن تمولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الفاتحة الفاتحة استشفى عم بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم وإير المغضوب عليهم للظالمين أمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بهذه لايات البينات اختتم فضيلة القارئ الشيخ محمود سلمان الحلفاوي إحياء هذه الذكرى مع تحيات الأنسة الإزعائية ومصرات صوتية الصراط والإنارة أولاد الشيخ ربوان حسن بالشوولة مركز المنشاة محافظة سهاج جمهورية مصر العربية أاتف 11-19-84-84-84-84 بالشوولة مركز المنشاة محافظة سهاج من الصراطق المقام أمام ديوان عائلة آل أبو جنيدي بمدينة جورجة محافظة سهاج نساء اليوم الجمعة السابع من شهر ديسمبر في العام الثامن عشر بعد الألفين من الميلاد وذلك لحضور المجلس القرآني المقام في ذكرى مرور الأربعين لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى المهندس جمال عبد الناصر حسن ردوان أبو جنيدي اللهم إني أسألك أن تغفر له أن ترحمه أن تقعي بثراه وأن تجعل منذرية خير خلف لخير سلف وأن تجعل هذا البيت عامرا اللهم أمين يا رب العالمين وأن تبارك في أبنائها الأستاذ هيثم جمال والأستاذ أحمد جمال وتريمن الإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا